ثلاثة آراء أخرى ثلاثة آراء العلامة المفيد في كتابه الإرشاد الجزء الثاني صفحة 273 نص على أنه ولد في شهر رمضان بدون الإشارة إلى يوم ولادته الأشعري في كتابه المقالات والفرق صفحة 99 نص على أن ولادة الإمام الجواد في يوم النصف من رمضان يعني راح يصير عندنا ولادة الإمام الحسن عليه السلام في النصف من رمضان وولادة الجواد أيضا في النصف من رمضان الإربلي في كتابه كشف الغمة في الجزء الثاني صفحة 867 نص على أن ولادة الإمام الجواد في 19 رمضان هذا يوم جرح الإمام علي فيما بعد ولد به الإمام الجواد فالمشهور هو مولود يوم 10 رجب لكن هذه الآراء أيضا لها دلالاتها ومهما يكون من خبر ولادة الإمام سلام الله عليه إلا أن هذه الولادة كانت مباركة كثيرا يعني تفوق التصور يعني هذه رواية البحار في الجزء 50 عن عباد بن إسماعيل قال أنا لعند الرضا عليه السلام بمنى إذ جي أبي أبي جعفر يعني جواد قلنا هذا المولود المبارك لأن الإمام الرضا عليه السلام تأخر عند الولد فكلما يسألون أنت لم تأخر عندك الولد يقول سيأتي المولود المبارك فهذا ابن إسماعيل يسأل أهذا المولود المبارك؟ قال الإمام الرضا نعم هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام أعظم بركة منه صور لم يولد في الإسلام أعظم بركة من الإمام الجوادسة طبعا ما عدا آباء الطاهرين أكيد حتما وفي رواية أنه لم يولد لشيعتنا مولود أكثر بركة من الإمام الجواد صلواته الله علي هذا يكون نلتفث إلى هذا المبنى أنا أحب أضيف شيء يعني إحنا لحظات ولادات المعصومين الاحتفاء بأيام الولادة نتمنى أنه من نحتفى بأيام ولادتهم أيضا تتضمن يعني لحظات الاحتفاء والاحتفال أن تولد فينا قيم صاحب المناسبة أحسنتم مام الجواد عليه السلام منظومة قيم متكاملة إلهية وهي هذه المفردة التي دائما نتحدث عنها التأسي فالتأسي يكون أحسنتم وإلا ثمرت البحث التاريخي جنابك أنه يرتبط بمنظومة القيم منظومة الأخلاق لأننا ندرس تاريخ لقد كان لكم في رسول الله أسوة وأولاده عليه السلام هم أسوة لجميع الناس فلحظات الولادة كون تنبثق عن قيم السماء يتحلى ويتخلق بها الإنسان مثلما الإنسان يحب أنه مثلا في أيام العيد يلبس ملبوسا جديدا وجميلا أيضا في كل ولادة معصوم لما لا نضيف إلى مثلا شخصياتنا حلة جميلة من أخلاقهم مرة تكون الحياء مرة تكون الأدب العالي مرة تكون معونة الناس مرة تكون المحبة مرة تكون مواسأة وهكذا وبالتالي هي وسيلة للارتقاء بأنفسنا إلى مرتبات التي أرادها المعصوم سلام الله عليه سلام الله ذكرتم جناب الشيخ أكثر من رأي بموضوعات الولادة ومنها من يقول النصف مثلا من رمضان على سبيل المثال ودي أن أخذ هذه الروايتين ومن يقول يوم 19 رمضان بالتالي إذا مردنا نتحدث عن النصف وإذا كانت الرواية بهذه الدقة النصف هل المقصود بالنصف هو 15 رمضان بالتحديد أم ممكن أن نقول مثلا زاعد مثلا يومين ناقص يومين وبالتالي أيضا نصطلح عليه النصف من رمضان حتى لربما نوحد النصف مع 19 له الأشعري في كتابه المقالات قال أنه ولاد تفيق مستعش رمضان دقيقة دقيقة وبالتالي احنا قلنا أنه النصف من رمضان كما تعلم الأشهر القمرية يعني بين جزر ومت يعني لعلها تكمل الشهر ولعلها تنقص عن الشهر بيوم فمسألة طبيعية لكن المعول على يعني الولادة معول على رواية الولادة هو ما ذكره الشيخ الطوسي على الله مقامه في كتابه المصباح أحسنتم جنب الشيخ يعني إذا ما ردنا نتحدث عن المعصوم هو يولد إماما وبالتالي أسماؤهم يعني حدث عنها الرسول وذكر صفاتهم وبالتالي هم لأهل لأهل العلم ربما يعني من الأمة وغيرهم هم معروفين بالتالي إذا ما ردنا نتحدث عن الإمام الجوا سلام الله عليه كإمام معصوم ونتحدث عن إمامته ما هي الروايات التي دلت على هذه الإمام أحسنتم طبعا شيء لا بد أن يدرك الإنسان الموالي لأهل البيت عليهم السلام نحن لدينا قضية الإمامة أصل من أصول الدين أحسنت وبالتالي نحن نعتقد بإمامتهم لا فقط على مستوى العاطفة الجياشة في قلوبنا تجاههم لا بل نعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر تبعا للقواعد العلمية التي أشار إليها الأئمة عليهم الصلاة والسلام في قضية الاعتقاد بالإمامة تدري أنت الإمام مو ينتخب من قبل البشر يعني إحنا ما عندنا مسألة اختيار الإمام شورى أو انتخاب أو أن يفضل من قبل المواطنين ينتخبه الشعب يصعد الإمامة لدينا كمنظومة عقائدية الإمامة بالنص يعني الإمام القبل ينص على الإمام الذي يكون من بعده طبعا النصوص في ذلك كثير أنا حب أقرأ بعض النصوص الواردة في هذا الباب التي تثبت أن الإمامة منصوصة من قبل الإمام السابق إلى الإمام اللاحق في عيون أخبار الرضا عليه السلام الشيخ الصدوق جزء الثاني صفحة 240 ينقل هذا النص يقول ما كان يذكر الرضا محمد ابنه إلا بكنية يقول كتب إلي أبو جعفر وكنت أكتب إلى أبي جعفر الظهر هذه المسألة عندما استقدم الإمام الرضا إلى خراسان لنتدر ولاة الإمام الجوات 195 استقدام الإمام الرضا إلى خراسان 200 و 1 يعني عمر إمامنا الجوات سس سنوات فأكو بيناتهم مراسلات لأن إمام الرضا في طوس الإمام الجوات في المدينة يقول كتب إلي أبو جعفر وكنت أكتب إلى أبي جعفر وهو وصيي بالمدينة فيخاطبه بالتعظيم وترد كتب أبي جعفر في نهاية البلاغة والحسن فسمعته يقول أي الرضا أبو جعفر وصيي وخليفتي في أهلي من بعدي نص واضح إن الخليفة والإمام والوصي من بعده أبو جعفر عن جعفر بن محمد النوفلي قال أتيت الرضا وهو بقنطرة أربق فسلمت عليه ثم جلست وقلت إن أناسا يزعمون إن أباك حي نه فقال كذبوا بعض الفرق اعتقدت إن الإمام الكاظم حي وهو المهدي وهو التفاصيل هذا الكلام ليس له قيمة فقال الإمام الرضا كذبوا لعنهم الله ولو كان حيا ما قسم ميراثه ولكن ذاقه والله الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب فقلت يعني النوفلي ما تأمرني فقال عليك بابني محمد من بعدي أما أنا فإني ذاهب في وجه الأرض لا أرجع منه أنا أذهب لكن عليك بابني من بعدي وهو محمد كما في عيون أخبار رضا جزء 2 صفحة 216 النص الأخير نقله الشيخ المفيد في الإرشاد صفحة 316 قال وكان الإمام بعد الرضا ابنه محمد بن علي بالنص عليه بالإشارة من أبيه وتكامل الفضل فيه إذن نعتقد أن الإمامة مشروطة بالنص وليس بالانتخاب أحسنتم أيضا جناب الشيخ إذا لم أردنا نتحدث عن الحياة الأمة فبالتالي نتحدث عن حياتهم السياسية إن جاء سببنا التعبير وبالتالي ذكرتم قضيات كيف كانت المراسلات ما بين الإمام الرضا صلى الله عليه وبين ولده لإمام الجوات في المدينة بالتالي هذه المراسلات تتضمن أكيد توجيهات سياسية أو توجيهات عقائدية واجتماعية للمدينة وبالتالي بودي أن أتحدث حول الظروف السياسية وحكام بن العباس في تلك الفترة وكيف كانوا في هذه الجزئية جزئية تعاطيهم مع الإمام الجواصر أم الله عليه المتتبع لتأريخ الإمام الجوات طبعا الإمام كما تعلم عاش 25 سنة في هذه الدنيا وهو شباب الأئمة أقل الأئمة عمره عاصر طاغيتين من بني العباس الأول المأمون العباسي لأن المأمون توفي 218 فالإمام عليه السلام عاصر 23 سنة من عمره مع المأمون بعد وفاة المأمون العباسي تولى الحكم المعتصب بالله وهذا الذي قتل الإمام الجوات سلام الله عليه بمؤامرة جند لها أم الفضل اللي هي ابنة المأمون وهو طبعا اشترك فيها ويقال أيضا أحمد من أعيان ابن العباس اشترك في ذلك فعاصر المأمون العباسي في أغلب فترة حياته تدر أنت المأمون أنا أصطلح عليه بأنه ثعلب السياسة العباسية لأن ظاهرا أنت من تقرأ ما يقول للمأمون عن أهل البيت محاولة إرجاع فدك عقد المجالس العلمية في فضاء الأهل البيت أراد أن ينادي بحي على خير العمل حتى أن بعض الكتاب من مرب المأمون اعتقد بأن المأمون شيعي العقيدة لكن بعد دراستنا لعقيدة المأمون نراه يتأرجح بين عقيدة الاعتزال وعقيدة الأشاعرة بين العقيدتين المعتزلة والأشاعرة يتأرجح بينهما لكنه لم يكن شيعيا كما تعلم وإلا لو كان شيعيا كيف جاز له قتل إمامه وهو الإمام الرضا سلام الله عليه أو سابق قتل الإمام الجوات سلام الله إذن إذن ثعلب السياسة العباسية هو بل عرام السياسة العباسية هو المأمون العباسي اللي نحتاج كثير من الوقفات لدراسة السياسة المأمون المأمون إنما قرب الإمام الرضا ومن بعد الإمام الجواد لغايات ليس حبا أبدا بأهل البيت جيد وإنما عزيزي سيد نزار إنما للحفاظ على سلطانه وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله ربما إذا سمح الوقت في هذه الحلقة لماذا هذا التقرب وهو يمتلك هذه الترسان العسكرية وهو يمتلك هذه الأموال الكبيرة وهو يمتلك هذه الأراضي والعلاقات الجغرافية والعلاقات السياسية جوز سياسية كما يصدر عليها مع دول أخرى بالتالي هذا سنتحدث عنه لكن ودي أن نقف وذكرتم أن حياة الإمام الجواد أو حياة المأمون تحتاج إلى وقفات بودي أن نقف على الجزئية على وهي قضية تزويج أو زواج الإمام الجواد من ابنة المأمون أثارت الكثير من علامات الاستفهام حقيقة كيف الإمام الجواد أن يتزوج من ابنة المأمون عطفا على موقف المأمون من أهل البيت وليس اعتراضا على فعل المعصوم لكن السائل بوده أن يعرف الظروف فمتى حصل هذا الزواج وما هي ظروف الزواج أحسنتم طبعا من مر بهذه المسألة أشار إلى قضية عجيبة أنا لم أجد لها تفسيرا إلا باحتمال يعني كأطروحة تأريقي هذه القضية أنا أنقلها وأعلق عليها ابن كثير في البداية والنهاية المجلد العاشر صفحة 295 ينقل يقول في أواخر محرم سنة 215 ركب المأمون في العساكر من بغداد قاصدا بلاد الروم لغزوهم فلما كان بتكريت تلقاه محمد ابن علي ابن موسى عليهم السلام من المدينة النبوية اثناء الطريق تلقاه الإمام الجواد فأذن له المأمون في الدخول على ابنته أم الفاضل وكان معقود العقد عليها في حياة أبيه علي بن موسى الرضا من جي هذه سنة ميتين وخمسطعش أهل التاريخ وحتى ابن كثير يقول هو معقود عليها في زمن الرضا الرضا استشهد ميتين وثلاثة هم يقولون إن العقد ميتين وثنين يعني الإمام الجواد انتظر 13 سنة حتى يدخل بابنة المأمون هس البعض يقول لماذا تأخر الإمام الجواد وكان المأمون يلحو عليه وكل مرة يقول له أجني لأنني حزين على أبي الرضا وهالتفاصيل صراحة أراد الإمام الجواد أن يستثمر الوقت يستغل الوقت لأنه يعرف من يتزوج أم الفضل بعدين راح يتفع ضريبة أنهم الفضل تقتله هذا جزء من علم المعصوم بالغيب بإذن الله عز وجل من هنا نرى يستغل للوقت أن لا تكون أم الفضل ملاسقة لبيت الإمام من جيد سلام الله عليه يعني حاول يبعدها أكبر مدة معينة وأنا قرأت رواية سيد الكريم نعم أنه سبب قبول الإمام الجواد الزواج من أم الفضل ابنة المأمون هو التهديد بالقتل المأمون هدد قال إن لم تقبل بالزواج من ابنتي أقوم بقتلك كما قتلت والدك لاحظ أهل البيت أبدا ما يعني يفكرون بالمصالح الشخصية بل أساس تفكرهم بمصالح الناس بمصالح كم جر المأمون من ويلات على آل محمد وعلى شيعتهم لكن قبول الإمام الرضا بولاية العهد مكره قبول الإمام الجواد بالزواج من بنت الخليفة هذا القبول سبب نوع من أنواع قلة الضغط على الشيعة نعم يعني هذا القبول بالزواج خفف الوطع على أتباع أهل البيت يومه نجي فالإمام آثر أن يضحي بنفسه من أجل أن يخف الضغط على قواعده الشعبية وعلى أتباع الذين هم تحت مطرقة المأمون العباس بالتالي ضحى بنفسه الشريفة من أجل أن يخف الضغط عن أتباع أهل البيت يومه أحسنتم جنب الشيخ يعني إذا مردنا نستعرض هذه القضايا نستعرض على سبيل المثال مثلا هدنة الإمام الحسن سلام الله عليه مع معاوية قبول مثلا الإمام الرضا سلام الله عليه لقضية ولاية العهد زواج الإمام الجواد من ابنة المأمون كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة هي من أجل أنه حفظ الشيعة وحصول على مكاسب لهم يعني جميع هذه الوسائل لغاية واحدة أحسنتم حتى الإمام الحسن قال بصريح العبارة أن الذي فعلت مع معاوية هو خير لشيعة ما طلعت الشمس نص العبارة وفي نص نحن وقفنا عنده طويلا أنه قال لو لم أهاد المعاوية لما بقي مسلم على وجه الأرض أبدا إذن ما الذي سيحدث لو لم يقبل الإمام سلام الله عليه بالهدنة التي توسل بها معاوية من أجل أنه فهناك مصالح قد تخفى علينا لكنها لا تخفى عن الإمام عليه السلام أحسنتم جناب الشيخ أنا بودي أن أقف على الجزئية لربما نوهنا عنها قبل قليل قضية توجه المأمون على سبيل المثال لهذه الطرق للتقرب إلى أمة أهل بيت عليه السلام لأن دائما ما يصور أن الشيعة في تلك الفترة هم من الجامعة ضعيفة جدا الفاقدة للقيادة أو فاقدة للقيادة يعني سياسية وعسكرية وكذا وهم مشتتين وبالتالي ليس لهم رأي وليس لهم قرار إذا ما ردنا أن نتتبع موقف المأمون على سبيل المثال أن يقرب الإمام المعصوم وأن يعطي هذه الامتيازات نعم ويقعي هذه الأقوال وهذه الأحاديث وهذه الوعود من قبله بنصرة المثال هل ممكن أن نقول بأنه كان يتخوف من مثلا الشيعة يتخوف من مجامية يتخوف من انقلابات يتخوف من ردات فعل وبالتالي تبرز لنا صورة مغايرة عن الصورة التي ذكرناها بداية المداخلة بداية الشيعة هم منقسمين وغيرها وليس لهم رأي قوي أو ليس لديهم قوة سيد نزار أصلا ما قام به المأمون من تقريب الإمام الرضا ومن بعد الإمام الجواد أراد أن ينال مكسبين اثنين المأمون أولا أراد أن يقوي جبهته الداخلية بالالتصاق بالعلويين لأن تدر أنت بعدما المأمون قام بقتل أخيه الأمين في قضية المعروفة وحاصر بغداد وقتل الآلاف آل العباس تفرقوا عنه باعتبار أنه والدة المأمون مراجل فارسية والدة الأمين زبيدة العربية فالمكون العربي العباسي ابتعد عنه كثيرا أراد أن يقوي جبهته بسند لا يستطيع أحد أن ربما يعارضه أبدا وهو سند آل محمد عليه السلام فعندما استقدم الإمام الرضا لولاية العهد قوي به جانب بعد ثاني شيء مسألة أن الشيعة ضعفة هذا أبدا لم يكن واقعيا لمن لأن إن شاء الله سيأتينا أثناء البحث عشرات والثورات قام بها العلويون وقام بها الشيعة أثناء حكومة المأمون أنا قرأت في بعض المصادر أن هناك أثناء حكومة هارون والمأمون 17 ثورة للشيعة ضد الحكومة العباسية فمن أراد أن يخفف ثورات الشيعة قال لهم أنتم لم تثونون هذا إمامكم الرضا ولي العهد بالفعل يقول لما هم لا هم طبعا لا تتصوروا هم قليلين خبرة بالسياسة بس احتراما للإمام الرضا ولي العهد بعد ما ثاروا لأنه في تصورهم واعتقادهم أن الإمام الرضا سيمنع عنهم السلطان ويحقق لهم ما يريدون هذا الذي جرى فالمأمون صار عنده مكسبين بتقريب الإمام الرضا والإمام الجود أولا ثبت نفسه بالسلطة ثاني شيء خفف من ثورات الشيعة التي كادت أن تطيح بحكمه جيد يعني كيف يعني إذا ما ردنا نتحدث عن نسبة مئوية كم تحقق من ما أراده المأمون بهذه الجزئية كل الذي يريد التحقق تحقق ولذلك الإمام الرضا عليه السلام قال له أنا أشترط عليك أنني لا أعزل ولا أولي ولا أتدخل بأي شيء من أموركم وإراد أن يجر البساط من تحت قدم الإمام الرضا لكن الإمام الرضا كان أذكى منه سلام الله عليه وامتنع وقال أنا أبقى ولي عهد شكلي وأنك تقتلني عن قريب هالتفاصيل الإمام لم تخفى عليها أبدا لكن اللي يريد السياسيا نحققه المأمون جيد جرب الشيخ يعني الحديث عن الإمام الجواد وعن حياة الإمام الجواد سلام الله هذا حديث شيء جدا لكن إذا سمعتمنا نذهب لفاصل قصير بعد الفاصل نكمل هذه الحلقة جرب الشيخ أقيل الحمدان الباحث بالتاريخ نستمع شكرا نتزيل اللي يحضر أحياكم الله يحفظكم سعدتي الكرام نذهب لفاصل قصير بعد الفاصل نكمل هذه الحلقة من أبعاد تاريخية فابقوا معنا لكل قصة صور متعددة ولكل حادثة مؤيد ومعارض وتبقى المصداقية في ذمة الرؤون أبعاد تاريخية يناقش أهم الأحداث التاريخية وتظارب الروايات حول تلك الأحداث حياكم الله سعدتي الكرام مرة أخرى في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أبعاد تاريخية مرة أخرى نرجع ذلكم التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى أو قرب ذكرى ولادة الإمام الجواز سلام الله عليه مرة أخرى ورحب بضيب حلقتنا لهذا اليوم شكرا شكرا حقي الحمدان الباحث بالتاريخ الإسلام مبارك لكم هذه الذكرى الله أخذكم إن شاء الله حياكم الله يا مرحبا توقفنا قبل الفاصل بعد حياة الإمام الجواز سلام الله عليه هو الحياة السياسية والأبعاد السياسية أيضا كان للإمام الجواز سلام الله عليه كما كان لسائر الأمة أدوار كثيرة وكبيرة بتصحيح كثير من العجاج الذي حصل بالبنيان الإسلامي وإذا مردنا نتحدث عن عقائد ونتحدث عن فقه ونتحدث عن تاريخ ونتحدث عن سنة بالتالي إذا مردنا نتحدث عن التصحيح الذي قام به الإمام الجواز سلام الله عليه بجانب الروايات حديث مهم جدا ودور كبير جدا بالتالي كيف تقرأ هذا الدور وكيف تتابع هذا الدور وكيف تقرأ انعكاسات هذا الدور علينا اليوم أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا دائما ما نواجه بهذا السؤال أنتم لماذا تدققون في دراستي نصوص التاريخ ونصوص السيرة اترك الأمر على عواهنه اترك الأمر على حاله لأنه القناعات لا تتغير يا عزيزي القضية ليست قضية القناعات لا تتغير نحن أمام مسؤولية جيد الذي صحح روايات التاريخ وروايات السيرة وبين الحق من الباطل وبين الخبر الصحيح من الخبر الضعيف من الموضوع من المتسوس هم لأما صلوات الله لأما مارسوا عملية تصحيح وتنقية التراث الروائي الذي ورد ووصل إليهم وما أشاعه آل أمية وآل العباس وإمام نجوات في مجلس المأمون عندما كان المأمون العباسي يعقد المجالس العلمية نحن لكي لا نغب لكي نسلو بحق المأمون طبعا المأمون على الرغم من طغيانه وعلى الرغم مما كان يفعل لكنه كان محبا للعلم حبها المجالس العلمية ونشر العلم وها التفاصيل فعقد مجالس متعددة للإمام الجواد عليه السلام وكان الإمام في بعض النصوص أن الإمام الجواد بمجموعة تلك المجالس العلمية والحلقات العلمية التي عقدت في ديوان الخليفة أجاب عن ثلاثين ألف مسألة من ضمنها مسألة تتعلق بالتاريخ لحظ طبعا الأسئلة كثيرة في كل ليلة تطرح أسئلة على الإمام الجواد والإمام يصحح الموروث التاريخي الذي وصل إليه في الأخبار وفي السيرة يومها سيرة النبي صلى الله عليه وآله يحيى بن أكثر ممثل السنة يومها باعتبره وقاضي القضاة يسأل الإمام سلام الله عليه قال وقدروية عن النبي صلى الله عليه وآله هو يسأله لأن نجر الحديث ووصل الحديث إلى أن هناك فضائل للخلفاء الثلاثة للملوك الثلاثة لا تصح أنتم ترون فضائل مصحيحة وهذه الفضائل أولا تناقض القرآن الكريم وتناقض العقل والإمام الجواد عليه السلام بدأ يفصل في تلك الأمور لاحظ كيف أن الإمام عليه السلام تبنى مسألة تنقية التاريخ وتصفية التاريخ يقول لي يا ابن أكثر وقدروية أن مثل أبي بكر وعمر في الأرض كمثل جبرائيل وميكايل هذا حديث هم ينقلوا في مصادرهم حتى نقل صاحب الدر المنثور في الجزء الرابع صفحة مية مية وسبعة انظر ماذا قال الإمام الجواد قال عليه السلام وهذا يجب أن ينظر فيه لأن جبرائيل وميكايل ملكان مقربان لم يعصي الله قط ولم يفارق طاعته لحظة واحدة وهما أي الأول والثاني وقل له أبو بكر وعمر مثل جبرائيل وميكايل يرفق يقول وهما قد أشرك بالله عز وجل وإن أسلم بعد الشرك فكان أكثر أيامهما الشرك بالله فمحال أن يشبهما به يشبهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه أبي بكر وعمر بجبرائيل وميكايل محال لأن تذني أنت جبرائيل ومكايل معصومين ولم يعصي الله طرفة عين لحظ وأيضا علماء السنة إضافة لكلام الإمام الجوان صاحب حلية الأولياء أبو نعيم في الجزء الرابع صفحة ثلاثمين وربعة قال عن هذا الحديث وهذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبر تفرد به رباح بن عجلان حديث غريب أن تنقلونه وتحاولون أن تثبتوا منقبة لهذا أيضا فقال يحيا وقدروي إنهما أي الأول والثاني سيدا كهول أهل الجنة فما تقول فيه يا ابن رسول الله فقال الإمام الجواد وهذا الخبر محال أيضا لأن أهل الجنة كلهم يكونون شبانا ولا يكون فيهم كهل وهذا الخبر وضعه بنو أمية لمضادة الخبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسني والحسيني بأنهما سيدا شباب أهل الجنة إذن الإمام رفضها المسألة وحتى ما نقله الترمذي في الصحيح الجزء الخامس صفحة 57 هو نقل إن أبا بكر وعمر سيدا كول أهل الجنة طبعا إذا تتبعنا نجد إن جميع أسانيد هذا الحديث ساقط عن الاعتبار نجي بشهادة علماء الحديث لماذا؟ لوقوع من لا يحتج بقوله في أسانيدها أو لضعفه أو عدم وثاقته إضافة إلى رفض الإمام الجواد هذه الأحاديث أيضا ساقطة عن الاعتبار لأن فيها ضعف في السند أو عدم وثاقة من قبل الراوي أجيد جناب الشيخ بما أنه فتحت هذا الباب حقيقة وقضية التدقيق بهذه الروايات فلنستمر ونقرأ مجموعة من الروايات التي وقفعتها الإمام الجواد سلام الله عليه من هذه الروايات الرواية التي تقول أن عمر سراج أهل الجنة فبالتالي كيف تناول الإمام الجواد أو معطوري هذا القول أو هذا الحديث الذي ينسب إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعاطى معه؟ أحسنت أنت تلاحظ أستاذ نزارة أن هذه الأحاديث يتناقلها كبار الرجال في بلاطات المأمون إذن هي كانت قناعات عند الناس من جيد لكن يأتي الإمام الجواد يفندها ويحاول أن يبين العلال فيها فقال يحيا وقد روي أن عمر سراج أهل الجنة لحق فقال إمامنا الجواد وهذا أيضا محال محال أن يكون عمر سراج أهل الجنة لماذا؟ لأن في الجنة ملائكة الله المقربين وآدم ومحمد صلى الله عليه وآله وجميع الأنبياء والمرسلين لا تضيء الجنة بأنوارهم حتى تضاء بنور عمر الحديث المفروض لو كان أن تضاء الجنة بأنوار الأنبياء والملائكة طبعا أكو تعليق ذكرها صاحب شرح النهج ابن أبي الحديث في جزء 12 صفحة 180 طبعا أكو علماء من أهل السنة ترضوا على هذا الحديث قال وذكر اعتراض على الحديث المذكور يعني إن عمر سراج أهل الجنة قالوا أما كونه سراج أهل الجنة فيقتضي إنه لو لم يكن تجلى عمر لكانت الجنة مظلمة لا سراج لها وهذا كذبون لحظ فإذن الحديث رفضه الإمام الجوات وأيضا عزيزي رفضه علماء أهل السنة وعلماء المعتزلة جيد جنة عبد الشيخ أيضا ما زلنا في موضوعة الأحاديث حديث ينسب للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يعني تفاعل معه الإمام الجوات الذي يقول لو لم الإمام ينسب نبي صلى الله عليه وسلم لو لم أبعث لبعث عمر جيد يعني بعث بالرسالة وبالنبوة وبالتالي أيضا كيف يعني تعاطل ومجوات مع هذا الحديث طبعا أيضا هذا جزء من أسئلة يحيى للإمام قال وقدروي عنه صلى الله عليه وآله لو لم أبعث لبعث عمر فقال الإمام الجوات لاحظ جواب الإمام كيف يكون دقيقا كتاب الله أصدق من الحديث أنت تقل لي حديث من سوب للنبي جيد خلت حاكم إلى كتاب الله نعم كتاب الله أصدق من الحديث يقول الله في كتابه وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فقد أخذ الله ميثاق النبيين فكيف يمكن أن يبدل ميثاقه وكل الأنبياء لم يشركوا بالله طرفة عين فكيف يبعث في النبوة من أشرك وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بعثت وآذم بين الروح والجسد ما من الجوادث في القضية قرآنية يقول مسألة النبوة ميثاق من الله نعم فكيف يفضل الله إنسان قضى عمره في الشرك على أناس أخذ ميثاقهم فيقول الحديث أولى القرآنيا وعقلا لا يحتج به إضافة صاحب لآلئ المصنوع من علماء أهل السنة في الجزء الأول صفحة 302 يقول إن هذا الحديث يعني لو لم أبعث أنا لابعث عمر هذا الحديث من الموضوعات هو يقول لما يقول لأن هذا يروى بطريقتين أو بطريقين الطريق الأول علته زكري ابن يحيى راوي الحديث قال عنه ابن عدي كان يضع الحديث نعم إلا ما نقدر الآن بعد يعتمد عليه وفي الطريق الثاني يحيى ابن عبد الله قال عنه النسائي متروك الحديث وهذا لا يمكن أبدا فإذا هذا الحديث عزيز أستاذ نزار نعم رفضه الإمام الجواد وأيضا رفضه علماء أهل السنة واعتبروه من الموضوعات يعني الحديث كثيرة لكن بودي أن نقف عد حديث ومن ثم نكمل حلقة لهذا اليوم حديث أيضا ينسب إلى الرسول الكريم مفاده لو نزل العذاب لما نجى منه إلا عمر ما شاء الله فبالتالي أيضا إمام الجواد سلام الله عليه يعني تناول هذا الحديث ومن ثم إن شاء الله ندخل بمواطئ أخرى بودي أن نقف عد حاجة جزئية ومن ثم دخل نقرأ ما قاله الإمام فقال الإمام ليحيى بن أكتب حديث لو نزل العذاب لما نجى منه إلا عمر وهذا محال أيضا لأن الله تعالى شوف أيضا أرجعنا إلى ضابطة القرآن لأن الله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فالله أخبر سبحانه أن لا يعذب أحدا ما دام فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعذب أبدا فأيضا الحديث مردود قرآنيا ابن أبي الحديث أيضا اعترض في الجزء اطناع الصفحة 180 قال وكيف يجوز أن يقال لو نزل العذاب لم ينجو منه إلا عمر والله تعالى يقول وما كان الله ليعذبهم لهم سيدي قبل أن ننتقل للسؤال آخر الإمام الجوادي فعلن القاعدة التي أسسها الإمام الباقر والإمام الصادق في عرض الحديث على القرآن على القرآن الكريم لاحظ الإمام من يقول محال شنو دليله يرجع وين للقرآن لأنه وكان الله ليعذبهم وأنت فيهم لو نزل العذاب في زمن ما ينزل عذاب مع وجود محمد طبعا العذاب هنا يقصد به عذاب الاستئصال ما دام محمد صلى الله عليه وآله موجود ما ينزل ما دام المهدي عليه السلام اللي هو جزء المهدي من أهل البيت أيضا لا يكون عذاب الاستئصال على أمة النبي صلى الله عليه وآله أحسنتم جرام الجزئي حقيقة مهمة فيما يتعلق بالأحاديث وهذه الحوارية التي كانت أو كان طرفها الإمام الجوال سلام الله عليه مع شخصيات كثر حقيقة وبالتالي كان هو تصحيح لمسار السنة وتصحيح لمسار الأحاديث أنا بود أن نغادر هذه الجزئية ونذهب لجزئية أخرى مهمة جدا ذكرتم قبل قليل أن في زمن المأمون حصلت الكثير من الثورات الثورات الشيعة ود الدولة العباسية بيودي أن نقف عند موقف الإمام الجوال سلام الله عليه من هذه الثورات كيف كان موقفه هل كان موقفه علاليا داعما أم يعني داعما لكن ليس بطريقة مباشرة أحسنتم هذا المفصل أستاذ نزار أنا أتمنى دائما وإحنا يعني مشكلتنا مع المتعاطين بالتأريخ يعني التأريخ أصبح شرعة لكل وارد نحن دائما نؤمن بضرورة يعني أولا التدقيق في مفاصل التاريخ لماذا؟ أنا قلت أكثر من مرة تاريخنا يختلف عن تاريخ الرومان تاريخ الصينيين تاريخ حضارة المايات تاريخ إنسان الكهف تاريخنا مرتبط بعقيدتنا يعني أنا من أقرأ إن عليا أمير المؤمنين في غدير غدير خم مواقعة تاريخية فقط غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني علي قائم مقام بمكان النبي أولى بال مؤمنين من أنفسهم يعني قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله بالتالي الغدير مو فقط قضية تاريخية يقول لك أنت ليش تعيدها لاحظ ولا قضية عاشراء قضية تاريخية وانتهت صراع بين الحق والباطل مستمر فالأمة من يمرون بقضية الثورات الأمة مولانا عدهم حنكة ودراية تدري أنت اليوم من يصير تصريح علني بدعم ثورة يعني الإمام عرض نفسه للقتل هو وشيعته هناك أكو بداء الأخرى إنه الإمام عليه السلام مثلا يدعم الثورة بخفاء يرسل أموال بعد إن الإمام يعقب بكلمات يفهم منها أتباعه إنه راضي عن الفعل مثلا عند شهادة الزيت سلام الله عليه شكال الإمام الصادق ومعاصر لثورة هو قال رحم الله عمي زيدا أما الباكي على زيت في الجنة مو الذي قاتل معه فقط لا الباكي لما لأن نصره نصرة معنوية وأما الشامد بزيت في النار هذا يستشف منه رضا الإمام المعصوم عن تحرك زيد بن علي الثورات في زمن الجوات عديدة بس ما صدر عن الجوات تصريح لأن الظرف السياسي ما يسمح جيد عادة أنا سجلت بعض تلك الثورات لعله نقف عندها ثورة محمد ابن أمراهيم ابن طبا طبا مع أبي السرايا في الكوفة هابق السنة كاملة وتقريبا استطاعوا يعني أن يستولوا على أغلب الجزيرة العربية مع عدى بغداد انتفاضة اليمن بقيادة إبراهيم ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه شوف أبناء أولئك أما دخلوا بالمعادلة انتفاضته المدينة بقيادة محمد ابن الإمام الصادق جيد سلام الله عليه انتفاضة سنة مئتين واثنين بقيادة أبي عبد الله ابن منصور أخي أبي السرايا انتفاضة وثورة جعفر ابن داود القم سنة مئتين واربع عشر انتفاضة عجيبة انتفاضة وثورة عبد الرحمن العلوي في اليمن سنة مئتين وسبعة وانتفاضة القميين سنة مئتين وعشر هاي انتفاضة كبيرة لعله ذات يوم نقف عندها القميون فعلوا الأعاجيب ضد من العباس يومه هذه وغيرها القميون هو نسبة نسبة إلى ما ديتهم في إيران شيعة تقوم آذاهم الوالي العباس وكانت هناك ثورة عظيمة وقتل فيها مقتلة كبيرة وحاصرة وقم لعله نفصلها فالإمام الجواد لم يصرح سيدي نعم الإمام الجواد يأخذون منه فتوى ضمنية لأن تصريحه بدعم الثورة يعني انتهاك لحرمته وحرمة الشيعة والإمام دائما ما كان يوصي بالتقية يومها جيد من باب يعني البحث هل وجدت أنه هذه الثورات قبل أن تنطلق تتواصل مع المعصوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يعني حتى وأن كانت غير مباشرة يعني هل تتواصل أم يعني الأشخاص هم يعرفون تكليفهم الشرع وبالتالي ينطلقون بالثورة من دون أن يحصلها بالتواصل حتما أستاذ نزار أكو تواصل لأنحنا تذكرنا ساثنين من أولاد المعصومين يعني من قيادات الثورة قيادات علوية إبراهيم بن الإمام الكاظم ومحمد الديباج بن الإمام الصادق سلام الله عليه هذا مما يذلل على أن هؤلاء يحومون حوله دائرة المعصوم سلام الله عليه فلا يمكن أن ينطلقوا وجنابك تدري إحنا كم آذانة واقع إحنا في العراق الآن كم آذانة واقع اللي عاشنا من الإرهاب والدواعش وغيره الناس ما تحركت من تجه إجت فتوة الجهاد الكفائي تحركت الناس ودافعت عن أراضيه نحظ فالناس قبل أيضا ينتظرون إشارة من مراجعهم إلا أما هم مراجع الناس لحظتها وكل الأن يأكل لعله اليوم نحن لا نصوم في رمضان إلا أن ننتظر إيما رجعنا لحظ فالناس هكذا كانوا في ذاك الزمان جي جنب الشيخ يعني الثورات كثيرة حقيقة وأن دائما ما أتحدث مع حضرتك إلى ربما قبل وبعد البرنامج بأن هذه الثورات وهذه المعارك تحتاج حقيقة إلى وقفات وإن شاء الله سنقف نعد أستاذ المشاهدين الكرام من خلال البرنامج سنقف هذه الحركات العسكرية والحركات السياسية لكن الحركة التي ذكرتمها قبل قليل وتتعلق بالكوفة وقلت سيطرت تقريبا على شبه الجزيرة العربية بالكامل لمدة سنة باستثناء بغداد يعني أتمنى أن تحدثنا عن هذه المعلومة لأن حقيقة هذه المعلومات هي من ضمن الخفايا التي بطريقة مقصودة تم إخفائها طبعا هي ثورة أب السرايا سيد الكريم من الثورات التي قام بها الأتباع وأهل البيت عليهم السلام ضد حكومة المأمون العباس ثورة أقليم الكوفة أقليم البصرة أقليم مكة أقليم المدينة أقليم اليمن كلها ثارت ضد حكومة من العباس جيد كان قائدهم إبراهيم بن الإمام الكاظم عليه السلام أبن المباشر أي مع نحاب مع أب السراي تعاون أولاد الأم عليهم السلام وكانت كما قلت لك غطت مساحة كبيرة من الجزيرة العربية بحيث لم يبقى للمأمون العباسي ولبن العباس سوى بغداد طبعا لحظتها ماذا فعلوا يعني بدأوا كان هناك جوين ربط مع الإمام الرضا سلام الله لأنه كان بأمرة الإمام الرضا المأمون رأى الأمر سيفلت من يديه ستخرج القضية من يديه يقول اتل الإمام الرضا وأقسم عليه قال يا ابن رسول الله بحق جدك النبي الطيوم يعاز أن توقف ولهم ما يريدون من مطالب فالإمام الرضا لحظتها أوعز للقواعد الشعبية أن توقف الثورة يعني لو لا تدخل الإمام الرضا لأنهى الثوار أصلا التواجد العباسي من الجزيرة العربية ولا بقي المأمون حاكما في خراسة طبعا هو مثل ما ذكرت قبل قليل إن شاء الله سنقف على هذه الجزئيات وقفة طويلة جدا ومن ثم نفصل حقيقة بها جناب الشيخ عقيل الحمداني وصلنا في ختم حققتنا لهذا اليوم ونحن كنا في رحاب الإمام الجواء سلام الله بذكرة ولادتها التي ستحل علينا إن شاء الله بعد يومين فلذلك أنا أتقدم لحضرتك بجزيل الشكر والامتنان لكل ما ذكرت في البرنامج وفي هذه الحلقة بالتحديث شكرا الله يحفظك وسعد الله أيامكم وأيام الموالين بهذه الولادة العطرة بولادة مولود لم يكن مولود أكثر بركة على الإسلام منه وهو الإمام الجواد عليه السلام كما قال المعصوم سلام الله وإن شاء الله هو هذا الأسبوع من الأسابيع التي تملأها الفرحة إن شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله ذكرى ولادة أمير المؤمنين سلام الله يوم الجمعة إن شاء الله مقدما هنيئا لكم جميعا هذه الذكرى الله يحفظك إن شاء الله سادسي الكرام وصلنا لختم حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أبعاء تاريخية في ختم حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي أنا نزار سدخان وتحيات كادر العمل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر